مشروع قرار جديد في الكونغرس الأمريكي موجه ضد المسيرات الإيرانية ومن يستخدمها من الميليشيات الموالية لهم في المنطقة وعراب هذا المشروع هو الديمقراطي غريغوري نيكس وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي هذا الرجل هو وعدد من النواب من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري أصدروا هذا القرار اللي هو اسمه قرار سيدا أي بما معنى وقف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية وغرض هذا القرار هو وضع توضيح على قرار أصلا إحدى الفقرات من قرار هو أقر ووافقه علي مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2017 موجه ضد خصوم الولايات المتحدة الأمريكية وهو متعلق بجزء كبير من عنده في هذه القضايا أنه إذا خصوم الولايات المتحدة الأمريكية مثلا لديهم أسلحة دمار شامل تنفرض عقوبات صواريخ باليستية أمور مالية متعلقة بهذا الأمر من تمويل أو غيرها إلى بالنسبة لهم بالنسبة لأطرافهم اللي يتعاونوا وياها أو الدول التي تتعاون معهم وكذلك قضية نقل المعدات العسكرية من وإلى مثلا من إيران إلى الداخل العراقي أو من العراق إلى الداخل الإيراني تنفرض على أساس هذا الأمر عقوبات وكانت طبعا هذه الأمور كلها وأقرت في عام 2017 أي أن طائرات المسيرة لم تكن خطرا كما هي الآن وعلى هذا الأساس هنا يأتي الدور لهذا القرار الذي هو يجعل أساس وضع توضيح على قضية المعدات العسكرية ووضع إضافة للمعدات العسكرية بأن هذه قضية متعلقة في الطائرات المسيرة أي نقل من وإلى من إيران إلى الداخل العراقي أو إلى اليمن أو إلى سوريا في الطائرات المسيرة على المستوى التقني على أي مستوى آخر ستفرض عقوبات على هذا الأساس وهناك واضح جدا بأن حصة الأسد من هذه العقوبات على ما يبدو هي عندنا في العراق للميليشيات العراقية الموجودة في الداخل وذلك لسبب مهم جدا كون أن هذا التحرك هو يأتي في توقيتات مثيرة يأتي بعد الهجوم الذي صار على قاعدة تنف في يوم 2010 عام 2021 الهجوم صار بخمسة طائرات مسيرة وكل التحقيقات أكدت آخر وأحدث تقرير صدر على النيورك تايمز أكد بأن ثلاثة من هذه الطائرات لم تنفجروا حققوا بهذه الطائرات ووجدوا أن هذه الميليشيات تستخدم تقنيات إيرانية وهي تستخدمها الميليشيات العراقية بشكل خاص وهذه النتيجة التي طلعوا بها طبعا النيورك تايمز والتي كشفوا عنها في شهر الدعش شهر الماضي 2021 قالوا نظرا لعدم انفجار ثلاث طائرات بدون طيار تمكن المسؤولون الأمريكيون من دراستها وتحديد أنها استخدمت أو استخدمت نفس التكنولوجيا الخاصة بالطائرات بدون طيار التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وخلاصة التقرير كله كانت كالآتي مسؤولون أمريكيون إيران وجهت وزودت القوات بالوكالة التي نفذت الهجوم على التنف وكذلك كانت هناك قضية أيضا انكشفت في شهر 9 عام 2021 من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس تحدث عن عمليات التدريب اللي دي حصلوها إذا المستوى الميليشيات العراقية أو الحوثيين أو الميليشيات في سوريا دي يدربون في الداخل الإيراني على طائرات المسيرة في قاعدة وفي مدينة مهمة في إيران اسمها مدينة كاشان هذه الأراضي الإيرانية أمامكم هنا مدينة كاشان هي طبعا على بعد تقريبا جنوب العاصمة الإيرانية طهران تقريبا 188 كيلو مترا وبالمطار الخاص بها اللي هو مطار كاشان تقريبا في هذه النقطة دي يدربون الميليشيات بشكل عام هنا على هذه الطائرات المسيرة وإذا ما رحنا إلى الأقمار الصناعية حتى نشوف هذا المطار هذا هو مطار كاشان الذي ترونه أمامكم والساحة الواضح الساحة اللي يدربون بها الميليشيات هي هذه الساحة التي ترونها أمامكم بسبب النشاطات الكثيرة وتواجد الطائرات المسيرة بشكل كبير إذا ما رجعنا بالأقمار الصناعية إلى التواريخ وغيرها ولكن إحنا ما نحتاج اليوم نرجع في طبيعة التواريخ الخاصة بهذه الطائرات المسيرة أي شخص الآن يدخل على الجوجل إيرث ليلاحظ هذه النقطة تحديدا في مطار كاشان سيلاحظ اليوم وآخر صورة صدرت في الأقمار الصناعية هي لطائرة مسيرة مركونة هنا كما ترون وإذا ما اقتربنا طبعا إلى هذه الطائرة المسيرة واضح جدا طائرة مسيرة كبيرة هي موجودة في هذه الساحة ولمن لا يعرف هذه الطائرة هي طائرة شاهد 129 الإيرانية وطبعا هذه الطائرة عندما نتحدث عن عملية نقل التقنيات بحسب هذا القانون وهو قانون سيدة الذي وضع في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الأطراف التي تستخدم هذه الطائرات المسيرة نقل التقنيات مثلا إذا رجعنا إلى شهر 9 2021 تحديدا إلى هجوم سوو الحوثيين على خميس مشيط السعودية وتمكنت المملكة العربية السعودية ودفاعاتها من إسقاط هذه الطائرة لو نلاحظ هذه الطائرة ديزاينها وطريقتها وشكلها تشبه تماما طائرة شاهد 129 وبالتالي هذا هو نقل التقنيات الذي نتحدث عنه واللي ممكن يترتب عليه عقوبات وتترتب عليه أمور إضافية سنوضحها لكم وكذلك إذا ما عدنا إلى شهر 8 2021 على مطار كاشان سنلاحظ بأن هناك طائرة مسيرة هنا واضحة بهذا الشكل في منتصف الساحة إذا ما اقتربنا من عدها تلاحظ بأن مقدمتها واضح بأنها بهذا الشكل تقريبا بالشكل المثلث وعادة هناك سلسلة من نوعيات هذه الطائرات طبعا إذا ما أجينا إلىها بالعادة تكون هي هذه الطائرة الإيرانية التي هي شاهد 191 وهناك شاهد 181 كلها نفس الشكل بهذه الطريقة يدربون عليها الميليشيات لفترات طويلة وبها نشاطات كبيرة هذه الطائرات طبعا التي نتحدث عنها الآن وكذلك هناك أمر مثير في هذه القضية كلها هي طبيعة التوقيت لهذا القرار هذا أمر يعني يجب أن ننتبه إليه كون أنه أيضا إحنا على بعد أقل من شهر من تهديدات الميليشيات الموجودة في العراق ضد القوات الأمريكية يريدون الجنود الأمريكيين أن ينسحبوا بالكامل وأن لا يبقى جنديا واحدا ونحن نعرف تماما بأن الأمريكان تفقوا مع الحكومة العراقية على التواجد والاستمرار في التواجد من أجل مساعدة العراق لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي ولكن على المستوى الاستشاري وليس المستوى القتالي وهذا يوضح بأن الميليشيات تستعد لمهاجمة القوات الأمريكية بدءا من العام القادم وهذه طبعا يجب أن ننتبه أن الميليشيات أيضا في العراق كانت في العادة هجماتهم بصواريخ الكاتيوشا ولكن مع ظهور المسيارات وكان هذا عام المسيارات بالنسبة لهذه الميليشيات استخدموا بأغلب هجماتهم الأخيرة ضد القوات الأمريكية الطائرات المسيارة بسبب فعليتها ودقتها في الضربات مقارنة بالكاتيوشا وبالتالي متوقع جدا أن يهاجموا مرة ثانية بالطائرات المسيرة على هذا الأساس هذا القرار واضح جدا بأنه وجد بالنسبة لهم وفي حالة حاولت الميليشيات مهاجمة القوات الأمريكية بالطائرات المسيرة سيأتي قرار سيدك المطرقة على هذه الميليشيات والبعض قد يتساءل ما الذي ممكن أن يفعله هذا القرار عقوبات وانتهت القضية هنا نقطة مهمة بأنها سترفع عملية الغطاء القانوني اللي ممكن يكون على هذه الميليشيات هناك غطاء قانوني عادة لأي طرف موجود في العالم بمجرد ما تتم هذه العقوبات يرفع هذا الغطاء القانوني وبالتالي أي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية إذا كان جو بايدن أو غيره من حق أنه يتوجه بضربة إذا شاف كان هناك خطر مثلا تحرك مريب على سبيل المثال ممكن أن يضرب مخازن الطائرات المسيرة الأماكن التي تنتقل إليها الطائرات المسيرة إذا ما اعتدوا بالطائرات المسيرة وهم معاقبين تحت هذا القرار وطبعا هذه قد تكون محرجة للحكومة العراقية إذا ما تبين بأن الأطراف المهاجمة بالنسبة للأمريكان وتحقيقاتهم مرتبطين بالمؤسسة العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر فتحتاج الحكومة العراقية أن تتصرف إذا ما حدث هذا السيناريو طبعا الواضح بهذا الشكل ولكن في نفس الوقت الإيرانيين أيضا اتخذوا إجراء مثيرا ضد الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس إجراء قد يكون أقوى من هذا الإجراء بكثير وهو متعلق في مفاوضات فيينا اللي سوى الإيرانيين بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة عدو منشأة نووية اسمها فوردو اتخذوا قرارا مثيرا للغاية وقاموا ببث هذا الغاز هذا غاز اسمه غاز سادس فلوريد اليورانيوم عادة هذا يتم ضخه في أجهزة الطرد المركزية من أجل عملية تخصيب اليورانيوم فالليسوا ضخوا هذا الغاز في أجهزة الطرد المركزية في منشأة فوردو أجهزة الطرد المركزية متقدمة جدا نتحدث عن أجهزة الـ IR6 وهم قاموا بعملية وضع هذا الغاز بهذا الشكل وضخه على الـ IR6 ليس على جهاز أو جهازين وإنما على 166 جهازا سلسلة كبيرة جدا من هذه الأجهزة المتقدمة جدا في تخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت بأن هناك 94 جهازا من أجهزة الـ IR6 لا زالت موجودة ولم يضخ فيها سادس فلوريد اليورانيوم وممكن جدا أن يضخ بهذا الشكل وهذا طبعا يعتبر ضغط كبير جدا ليش؟ لأن الغرض للإيرانيين في هذه القضية هو رفع عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى نسبة 20% نسبة عالية مقارنة بالاتفاقية النووية وما المفروض بالاتفاقية النووية أن يتم التخصيب أصلا في فوردو بهذا الشكل وكذلك يضاف إلها من منشأة ناتانز التخصيب اليورانيوم يجب أن لا ننسى بأنها بنسبة 60% يعني 60% و20% وفي المفاوضات النووية واضح الإيرانيين يريدون أن يخضعون الولايات المتحدة الأمريكية إلى شروطهم ويريدون يكونون هم الطرف الأقوى والأشرس في هذه المفاوضات للحصول على المكاسب التي يبحثون عنها بكل تأكيد وهذه ممكن جدا أن ترفع عملية التخصيب بأي شكل من الأشكال أو يضغغ السادس فلوريدو اليورانيوم بال94 جهاز وبالتالي الظروف تتغير مع الوقت ومع مرور الوقت في المفاوضات النووية وقد يعتقد البعض بأن الإسرائيليين الآن سيهاجمون هذه المنشآت بما أن إيران الآن وآخر تقرير استخباري لإسرائيل يوضح أن إيران قد تقفز إلى التسعين بالمئة في منشأة نتانس بسبب خطوات فنية تخذوها مؤخرا ولكن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني هدد بشكل واضح الولايات المتحدة الأمريكية من أي هجوم ممكن أن يسووا بأي شكل من الأشكال بغض النظر من إسرائيل أو من غيرها توعدهم بانتقام وبضربة مؤلمة إذا ما تصرفوا بأي شكل من الأشكال وهذا طبعا يعقد المسألة على الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة